أنا عندي تعليق على الجزائي دي تحديداً إن شافي ما عندوش المرونة الكافية إنه يتعامل مع غياب عناصر مهمة في عملية الضغط تحديداً أكتر حكاً بيتماز برشورينا في شراسة الضغط في وقت من الأوقات الموسم اللي فات هو وجود ديونج وبيدري وجافي تحديداً جافي جافي شارس جداً 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 في الضغط بيبعارف يعمل فاول إمتى لو إنه بيعطى الهجمة عشان المساحة اللي بتبقى موجودة دايماً وراه مع غياب الثلاثة دلوقتي لما بنشوفهم الثلاثة مش موجودين في أرض الملعب جافي وبيدري وديونج الثلاثة برشورينا ناعم في الضغط ما فيش شراسة قوية في الضغط بيطلع الخط بتاعه خط الدفاع آخر مدافع بالله عند دارة السنتر لكن ما فيش ضغط حقيقي وبيفقد الاستحواز كمان بيفقد الاستحواز وما فيش ضغط حقيقي أول ما بيفقد الاستحواز كانت ميزة برشورينا في وجود الثلاثة دول تحديداً في وسط الملعب انه كان لما برشورينا بيفقد الاستحواز كان بيحصل ضغط شارس جداً منهم هما الثلاثة وكانوا أقوية جداً في الضغط فلما الثلاثة غابوا مع بعض تشافي بيحاول يطبق نفس خط الدفاع وقف عند دارة السنتر على الرغم ان الثلاثة الموجودين في وسط الملعب مش بنفس شراسة الضغط جندجان لحد الوقت برشورينا مش قادر يستفيد من جندجان تماماً وهيبقى صعب انه يستفيد منه زي منشستر سيتي لان منشستر سيتي كان عنده عوامل كتير جداً لصناعة اللعب كان بتخلي جندجان دايماً قريب من المرمى دلوقتي شافي بيخلي جندجان بعيد أمطار أكتر عن المرمى فمش قادر يستفيد منه وهو بدنياً مش هيقدر يضغط بنفس الكم والشراسة بتاعت جافي وبيدري النحاة التانية روميو برضو مش هيكون زي جافي أو بيدري أو ديونج في عملية الضغط وهو في الأساس هو لعب مش شبه برشلونة فده بيعمل مشكلة كبيرة عند برشلونة في الضغط مع خط الضغط عالي زيادة عن لزوم بيبقى فيه مساحات كبيرة جداً جداً في الدفاع برشلونة وبيقدر يتهدد مرمى بيها التاني حاجة في الناحية الهجومية برشلونة بيبقى عنده ارتجالية كبيرة جداً جداً في المطشط لما المطشط يقفل عليها بيحصل ارتجالية كبيرة وبيتجه لأسلوب لعب مش مناسب تماماً لبرشلونة ولا شكله الكرات العرضية دي تحديداً دي دخيلة على برشلونة وبرشلونة من السنة اللي فاتت يعني انا فاكر لعد وقت ان فيه مطش من مطشط برشلونة الموسم اللي فات نتيجة صفر صفر المطش ده برشلونة لقيف فيه 47 كره عرضية ده اعتقد ما حصلتش في تاريخ برشلونة الحديث معاي ليفا حالع بكرات عرضية بس في النهاية ده مش اسلوب لعب برشلونة انت غيرت الفلسفة اصلاً يعني انت من ان انت بتلعب فولس ناين وبتلعب الوينجات هما اللي بيخش على العمر انا متهيقلي في الحقبة ما بين الفين وتمانية لحد الفين وتناشر انا مشوفتش كره عرضية فعلك بزرطة عشان ما فيش مهاجم بزرطة كده بزرطة الفلسفة انت بتجيب سترايكر صريح انا الوحيد اللي سترايكر صريح اللي شوفته في برشلونة كان ابراهيم وفيتش وفاشل بس يا نقطة المشكلة ان هو مش مشكلة ان برشلونة بلعب كره عرضية هو بلعبة نقصة انا عندي مشكلة مش في ارسال الكرات العرضية بحد ذاتها مشكلتي ان فكرة انك بتلعب الكرات العرضية لليفندوفسكي بس يعني ما فيش زيادة عادة دي بتحصل مع ليفندوفسكي في المنطقة ان جندجان زي ما كنا بنشوفه في منشستر سيتي مش عيب انه بدخل للمنطقة فكرة انك بتركز كراتك العرضية على لاعب واحد وقف في منطقة الجزاء ده مش صح لانه في الاخر بيتم محاصرات هيترقب وايتقف العديو خلاص